اشتركوا في القناة بالعلاقات المتميزة بين البلدين ومعربة عن تعاطفها مع مواقف مملكة البحرين ومؤكدة استعداد المملكة المتحدة لمواصلة التعاون البناء مع مملكة البحرين في مختلف المجالات الأمنية من جهته يعرب معالي وزير الداخلية عن تقديره للمبادرات الاستباقية لمكافحة الإرهاب التي تبنتها السيدة أمبراد والمتمثلة في الطلب من البرلمان البريطاني تصنيف مجموعات بحرينية خارج عن القانون كمنظمات إرهابية منوها إلى أن التنسيق الأمني بين البلدين تاريخي وليس بالأمر الجديد وخلال اللقاء أطلع معالي الوزيرة وزيرة الداخلية بالمملكة المتحدة على الوضع الأمني في مملكة البحرين والمخاطر الإرهابية التي تواجهها خصوصا مع تطور هذه الأعمال الإرهابية وتنوع أساليبها حيث تقف وراءها تخطيطا وتنفيذا عناصر إرهابية هاربة وموجودة في إيران تتلقى دعما وتمويلا من الحرس الثوري الإيراني من خلال تدريب مرتكبي هذه الجرائم الإرهابية على استخدام الأسلحة وتصنيع العبوات الناسفة وقد اتفق معالي وزير الداخلية مع نظيرته بالمملكة المتحدة على مراجعة الاتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين الصديقين والعمل على تطويرها بما يصهم في دعم مجالات التعاون المتعلقة بالتدريب وتبادل المعلومات والجرائم المستحدثة مؤكدين في الوقت ذات إدراكهم التام للمخاطر والتهديدات الأمنية التي باتت تشكلها وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا وأن البعض أصبح يعتمد عليها في مجال إثارة الفتن والتحريض وارتكاب الجرائم وقد تم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون والتنسيق فيما يتعلق بالأمن والسلامة العامة وتبادل الخبرات في مجالات عديدة بجانب عدد من الموضوعات والمسائل الأمنية ذات الاهتمام المشترك وتطورات على الساحة الإقليمية ترجمة نانسي قنقر